فاغفر لنا يا الله اللهم لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن أنت الحق وقولك الحق ووعدك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ عيمنا ولا تسلق علينا بذنوبنا من لا يرحمنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا وأموالنا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم جنبنا الرياء اللهم طهر أعمالنا من الرياء وقلوبنا من النفاق وألسنتنا من الكذب وعيوننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور ربنا هبلنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين اللهم احفظنا بعينك التي لا تنام وبركنك الذي لا يرام اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة يا ذا الفضل والمنة اللهم كل إخواننا المستضعفين في كل مكان اللهم حرر الأقصى من اليهود والمشركين اللهم حرر الأقصى من اليهود والمشركين وارزقنا الصلاة فيه قبل الممات اللهم ارزقنا صلاة فيه قبل الممات اللهم يا فارج الهم ويا كاشف الغم يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما نسألك اللهم رحمة من عندك تغنينا بها عما سواك يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين اللهم ادخلهم في رحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعلها حفرة من حفر النيران اللهم اغفر لهم ورحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدلهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم وزوجا خيرا من زوجهم وأدخلهم الجنة وأعذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار اللهم اغفر لأحيائنا وأمواتنا وذكراننا وإناثنا وصغيرنا وكبيرنا ومن أحييته منا فأحييه على الإيمان ومن توفيته منا فتوفه على الإسلام اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا ولسائر المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولوالد والدينا ولمن لهم حقوق علينا اللهم ارحم ضعفنا وقضي حوائجنا وفرج كروبنا وقضي ديوننا وفرج همومنا واصرف عنا سوء المحا ما ظهر منها وما بطن اللهم قد وقفنا بين يديك خائفين فاغفر لنا يا الله فاغفر لنا يا الله فاغفر لنا يا الله اللهم إنا نسألك في هذه الليلة المباركة أن تعتق رقابنا ورقاب والدينا من النار اللهم أعتق رقابنا ورقاب والدينا من النار اللهم تقبل منا الصيام والقيام اللهم تقبل منا الصيام والقيام اللهم اجعلنا ممن تقبلت منهم الصيام والقيام اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدا وأزمنة مديدا اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم إنا نعوذ بك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك جل جلالك وعظم جاهك ولا إله غيرك ولا رب لنا سواك اللهم إنا وقفنا ببابك فلا تردنا خائبين ولا من خزائن جودك محرومين برحمتك يا أرحم الراحمين وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين اللهم لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن أنت الحق وقولك الحق ووعدك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصنا وإليك حاكمنا فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلق علينا بذنوبنا من لا يرحمنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا وأموالنا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم جنبنا الرياء اللهم طهر أعمالنا من الرياء وقلوبنا من النفاق وألسنتنا من الكذب وعيوننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين اللهم احفظنا بعينك التي لا تنام وبركنك الذي لا يرام اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة يا ذا الفضل والمنة اللهم كل إخواننا المستضعفين في كل مكان اللهم حرر الأقصى من اليهود والمشركين اللهم حرر الأقصى من اليهود والمشركين وارزقنا الصلاة فيه قبل الممات اللهم ارزقنا صلاة فيه قبل الممات اللهم يا فارج الهم ويا كاشف الغم يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما نسألك اللهم رحمة من عندك تغنينا بها عم سواك يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين اللهم ادخلهم في رحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعلها حفرة من حفر النيران اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدلهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم وزوجا خيرا من زوجهم وأدخلهم الجنة وأعذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار اللهم اغفر لأحيائنا وأمواتنا وذكراننا وإناثنا وصغيرنا وكبيرنا ومن أحييته منا فأحييه على الإيمان ومن توفيته منا فتوفه على الإسلام اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا ولسائر المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولوالدينا ولمن لهم حقوق علينا اللهم ارحم ضعفنا وقضي حوائجنا وفرج كروبنا وقضي ديوننا وفرج همومنا واصرف عنا سوء المحن ما ظهر منها وما بطن اللهم قد وقفنا بين يديك خائفين فاغفر لنا يا الله فاغفر لنا يا الله فاغفر لنا يا الله فاغفر لنا اللهم اعتق رقابنا ورقاب والدينا من النار اللهم اعتق رقابنا ورقاب والدينا من النار اللهم تقبل منا الصيام والقيام اللهم تقبل منا الصيام والقيام اللهم اجعلنا ممن تقبلت منهم الصيام والقيام اللهم اللهم اعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اللهم إنا نعوذ بك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك جل جلالك وعظم جاهك ولا إله غيرك ولا رب لنا سواك اللهم إنا وقفنا ببابك فلا تردنا خائبين ولا من خزائن جودك محرومين برحمتك يا أرحم الراحمين وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين اللهم لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن أنت الحق وقولك الحق ووعدك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلق علينا بذنوبنا من لا يرحمنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة واقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا وأموالنا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم جنبنا الرياء اللهم طهر أعمالنا من الرياء وقلوبنا من النفاق وألسنتنا من الكذب وعيوننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين اللهم احفظنا بعينك التي لا تنام وبركنك الذي لا يرام اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة يا ذا الفضل والمنة اللهم كل إخواننا المستضعفين في كل مكان اللهم حرر الأقصى من اليهود والمشركين اللهم حرر الأقصى من اليهود والمشركين وارزقنا الصلاة فيه قبل الممات اللهم ارزقنا صلاة فيه قبل الممات اللهم يا فارج الهم ويا كاشف الغم يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما نسألك اللهم رحمة من عندك تغنينا بها عم سواك يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين اللهم ادخلهم في رحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعلها حفرة من حفر النيران اللهم اغفر لهم ورحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدلهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم وزوجا خيرا من زوجهم وأدخلهم الجنة وأعذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار اللهم اغفر لأحيائنا وأمواتنا وذكراننا وإناثنا وصغيرنا وكبيرنا ومن أحييته منا فأحييه على الإيمان ومن توفيته منا فتوفه على الإسلام اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا ولسائر المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولوالد والدينا ولمن لهم حقوق علينا اللهم ارحم ضعفنا وقضي حوائجنا وفرج كروبنا وقضي ديوننا وفرج همومنا واصرف عنا سوء المحن ما ظهر منها وما بطن اللهم قد وقفنا بين يديك خائفين فاغفر لنا يا الله فاغفر لنا يا الله اللهم إنا نسألك في هذه الليلة المباركة أن تعتق رقابنا ورقاب والدينا من النار اللهم أعتق رقابنا ورقاب والدينا من النار اللهم تقبل منا الصيام والقيام اللهم اجعلنا ممن تقبلت منهم الصيام والقيام اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم إنا نعوذ بك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك جل جلالك وعظم جاهك ولا إله غيرك ولا رب لنا سواك اللهم إنا وقفنا ببابك فلا تردنا خائبين ولا من خزائن جودك محرومين برحمتك يا أرحم الراحمين وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين اللهم لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن أنت الحق وقولك الحق ووعدك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة واقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا وأموالنا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم جنبنا الرياء اللهم طهر أعمالنا من الرياء وقلوبنا من النفاق وألسنتنا من الكذب وعيوننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين اللهم احفظنا بعينك التي لا تنام وبركنك الذي لا يرام اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة يا ذا الفضل والمنة اللهم كل إخواننا المستضعفين في كل مكان اللهم حرر الأقصى من اليهود والمشركين وارزقنا الصلاة فيه قبل الممات اللهم ارزقنا صلاة فيه قبل الممات اللهم يا فارج الهم ويا كاشف الغم يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما نسألك اللهم رحمة من عندك تغنينا بها عم سواك يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين اللهم ادخلهم في رحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين اللهم اجعل قبورهم اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعلها حفرة من حفر نيران اللهم اغفرهم اللهم اغفر لهم ورحمهم وعافهم واعف عنهم يا أكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدلهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم وزوجا خيرا من زوجهم وأدخلهم الجنة وأعذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار اللهم اغفر لأحيائنا وأمواتنا وذكراننا وإناثنا وصغيرنا وكبيرنا ومن أحييته منا فأحييه على الإيمان ومن ومن توفيته منا فتوفه على الإسلام اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا ولسائر المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولوالد والدينا ولمن لهم حقوق علينا اللهم ارحم ضعفنا وقضي حوائجنا وفرج كروبنا وقضي ديوننا وفرج همومنا واصرف عن ناس ألمحا ما ظهر منها وما بطن اللهم قد وقفنا بين يديك خائفين فاغفر لنا يا الله فاغفر لنا يا الله فاغفر لنا يا الله اللهم إنا نسألك في هذه الليلة المباركة أن تعتق رقابنا ورقاب والدينا من النار اللهم أعتق رقابنا ورقاب والدينا من النار اللهم تقبل منا الصيام والقيام اللهم تقبل منا الصيام والقيام اللهم اجعلنا ممن تقبلت منهم الصيام والقيام اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدا وأزمنة مديدا اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم إنا نعوذ بك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك جل جلالك وعظم جاهك ولا إله غيرك ولا رب لنا سواك اللهم إنا وقفنا ببابك فلا تردنا خائبين ولا من خزائن جودك محرومين برحمتك يا أرحم الراحمين وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين اللهم لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن أنت الحق وقولك الحق ووعدك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلق علينا بذنوبنا من لا يرحمنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة واقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا وأموالنا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم جنبنا الرياء اللهم طهر أعمالنا من الرياء وقلوبنا من النفاق وألسنتنا من الكذب وعيوننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين اللهم احفظنا بعينك التي لا تنام وبركنك الذي لا يرام اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة يا ذا الفضل والمنة اللهم كل إخواننا المستضعفين في كل مكان اللهم حرر الأقصى من اليهود والمشركين وارزقنا الصلاة فيه قبل الممات اللهم ارزقنا صلاة فيه قبل الممات اللهم يا فارج الهم ويا كاشف الغم يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما نسألك اللهم رحمة من عندك تغنينا بها عم سواك يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين اللهم ادخلهم في رحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعلها حفرة من حفر نيران اللهم اغفر لهم ورحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدلهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم وزوجا خيرا من زوجهم وأدخلهم الجنة وأعذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار اللهم اغفر لأحيائنا وأمواتنا وذكراننا وإناثنا وصغيرنا وكبيرنا ومن أحييته منا فأحييه على الإيمان ومن توفيته منا فتوفه على الإسلام اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا ولسائر المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولوالد والدينا ولمن لهم حقوق علينا اللهم ارحم ضعفنا وقضي حوائجنا وفرج كروبنا وقضي ديوننا وفرج همومنا واصرف عنا سوء المحن ما ظهر منها وما بطن اللهم قد وقفنا بين يديك خائفين فاغفر لنا يا الله اللهم إنا نسألك في هذه الليلة المباركة أن تعتق رقابنا ورقاب والدينا من النار اللهم أعتق رقابنا ورقاب والدينا من النار اللهم تقبل منا الصيام والقيام اللهم تقبل منا الصيام والقيام اللهم اجعلنا ممن تقبلت منهم الصيام والقيام اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدا وأزمنة مديدا اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم إنا نعوذ بك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك جل جلالك وعظم جاهك ولا إله غيرك ولا رب لنا سواك اللهم إنا وقفنا ببابك فلا تردنا خائبين ولا من خزائن جودك محرومين برحمتك يا أرحم الراحمين وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين